بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم تقدم بالأمس أن الحديث في تنبيهات الاستصحاب وهو التنبيه الأول واستصحاب الكل من الشكل الأول والشكل الثاني والاعتراض عليه وجوابه الصالح اليوم فقط نقرأ عبارة المصلح فدرس اليوم ليس إلا كتمة لدرس أمس ومرتبط بشكل كامل بالحصة السادقة وليس مستقلا عن الحصة السادقة فالأحب الذين لم يشاهدوا الحصة السادقة أرجوهم أن يلاحظوها أولا ثم يعودوا إلى حصة اليوم لأنها فقط قراءة العبارة عن المضانين التي تقدمت بالأمس قال رحمه الله تنبيهات الاستصحاب بعد فراغ الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها شرع في بيان أمور تتعلق به بالاستصحاب بلغت اثني عشر أمرا واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب فصار لها شأن كبير عند الأصولين وصارت موضع عنايتهم لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية لأخذ الخراساني رحمة الله تعالى عليه زاد فيها تنبيهين فصارت أربعة عشرة تنبيهات ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها متوخين الاختصار حد الإمكان والاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ فإذن نظر المرحوم المصنف هو أن هذا الكتاب هو كمرحلة متوسطة بين الكتاب البسيط جدا وبين الكتب اللي هي أكثر تعقيدا كالرسائل والمكاسب ولهذا السبب كنت أحرف بعض المطالب لأنها تناسب تلك المراحل المتقدمة الآتية إن شاء الله تعالى ولا تناسب الطالب المتقدم التنبيه الأول استصحاب الكل إذن أحبتي المستصحاب هو عين الكل وليس الفرد لا هذا الفرد ولا ذاك الفرد إذا كان فردين بالشكل الثاني الذي سيأتي الغرض من استصحاب الكل هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده في ظن فرد من أفراده طبعا لأنه الكل لا يوجد مستقلا عن الفرد إنما يوجد الكل بوجود الفرد ثم شك في بقاء نفس ذلك الكل وهذا الشك في بقاء الكل في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة عرفت بإسم أقسام استصحاب الكل أشكال استصحاب الكل شكل الأول شكل الثاني شكل الثالث القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث الأول أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقن بوجوده لهذا أسهل الأشكال أنه هذا الكتاب بعينه هذا الكتاب وليس غيره هذا الكتاب وجد في الخارج وجد مفهوم الكل أو ما وجد الجواب نعم وجده ثم شككنا بوجود هذا الكتاب طبعا سنشك بوجود الكل وليس ذلك إلا بسبب ومن خلال الشك في ذات هذا الكتاب اللي هو هذا الشك للأول الثاني أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سادقا ما معين بأن يتردد الفرد بين ما هو باق جزما اللي مثلنا له الفرد الطويل اللي مثلنا له بزهد وبين ما هو مرتفع جزما اللي هو الفرد القصير اللي مثلنا له بأحمد أي إنه كان قد تيقن على الإجمال أحبتي وضعوا خط تحت كلمة على الإجمال أو وضعواها بين قوسين هو تيقن من وجود إنسان ولكن بشكل مجمل وعلى نحو مجمل لا يدري أن هذا الإنسان هل هو زين أو أحمد تيقن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكل فيتيقن بوجود الكل ولكن في ضمن في ضمن هذا الفرد المردد ولكن هذا الفرد الواقعي في الواقع مردد مردد عنده بين أن يكون له عمر طويل فهو باق جزما في الزمان الثالي وبين أن يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزما في الزمان الثالي ومن أجل هذا التردد يحصل له الشك في بقاء الكل مثاله هذا المثال ما يخلو عن صعوبة ولكن المصنف أراد أن يذكر مثالا واقعيا مثاله ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا ثم توانضأه فإنه في هذه الحال يتيقن بحصول الحدث الكل لأنه تيقن أنه خرج منه إما بول أو منيا فحصل عنده حدث كلي الحدث إما أكبر وإما أصغر في ضمن الفرد المردد فإن كان البلل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما وإن كان منيا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء فعلى القول بجريان استصحاب الكلي يستصحب هنا كلي الحدث فتترتب عليه آثار كلي الحدث مثل حرمة مسجل مصحر لأنه على كل حال ميجز لمسجل مصحر أما آثار خصوص الحدث الأكبر أو خصوص الحدث الأصغر فلا تترتب مثل حرمة دخول المسجد وقراءة العزائب لأنه لم يتيقن لا من الفرد القصير ولا من الفرد الطوري الثالث إن شاء الله يأتي قال أما القسم الأول فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي فيترتب عليه أثره الشري كما لا كلامنا في جريان استصحاب نفس الفرد فيترتب عليه أثره الشري بما له من الخصوصية الفردية وهذا الأخير الأحث فيه عندنا كلي الكتاب كان معلوم صار مشكوك فيستصحاب وأما القسم الثاني فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعا بل الفرد يجري فيه استصحاب وعدم خصوصية الفرد لأنه ما نعرف أن الفرد الطويل أو القصير أو هو طويل أو قصير ما يفرق ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء فلا يجوز له مس المصحف لأنه ما عنده تيقن بأن الحدث قد ارتفع أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد هذا الفرد أو هذا الفرد هو ما نتيقن من حصول هذا الفرد فيبني على عدمه فالأصل عدمها عدمها فما هو من آثار خصوص الجنابة مثلا لا يجب الأخذ بها لماذا لا يجب الأخذ بها لأنها غير معلومة التحقق غير معلومة الوجود أصلا فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنوب من نحو دخول المساجد وقراءة العزاء كما تقدم ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكل في هذا القسم يعني القسم الثاني وحصول أركانه أنه تحققت فيه الأركان أو لا لابد من ذكر ما قيله إنه مانع من جريانه والجواب عنه وقد أشار الشيخ إلى وجهيني في المنع وأجاب عنهما وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع اعتراضان تقدم في الحصة السابقة الاعتراض الأول والجواب عنه الأول قال يعني الشيخ الأنصاري وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك القدر الجامع بينهما الكل من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء اللي هو أحمد وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الأصل لأنه زيد صحيح لو كان وجده لكان باقيا ولكن هو وجد الأصل عدمه لأنه مشكوك بالأصل ما متيقن حدوثه فالأصل عدمه فهو منتفي فزيد منتفي وأحمد قطعا ما موجده لماذا؟ لأنه إن كان موجود فهو انتفاء وإما أنه ما موجود بالأصل توضيح التواهم إن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء وفي المقام إن حصل الركن الأول ما يبني على حصوله إن حصل الركن الأول وهو اليقين بالحدوث فإن الركن الثاني وهو الشك في البقاء غير حاصل وجه ذلك أن الكلية لا وجود له إلا بوجود أفراده الكلية ما يوجد مستقلا عن أفراده ومن الواضح أن وجود الكل في ضمن الفرد القصير أحمد في المثال مقطوع الارتفاع في الزمن الثاني وش دانا؟ هذا ندري به وأما وجوده في ضمن الفرد الطويل اللي هو زيد في المثال فهو مشكوك الحدوث من أول الأمر حساساً إحنا ما ندري أنه هو حاصل أو ما حاصل وهو منفي بالأصل لأنه الأصل عدم نشك أنه موجود أو لا الأصل عدم فيكون الكلي مرتفعاً في الزمن الثاني إما وجداناً اللي هو أحمد أو بالأصل تعبداً فلا شك في بقائه شك ما عدم البقاء والجواب أن هذا التواهم فيه خلط بين الكلي وأفراده هذا الاعتراض كان يريد أن يقول أن الاستصحاب إما من جهة زيد وإما من جهة أحمد من جهة زيد غير ممكن لأنه محكوم بالعدل ومن جهة أحمد غير ممكن لأنه مقطوع العدل المصنف يقول هذا خلط لأنه نحن لا نريد أن نستصحب الفرد الجزئي وإنما نستصحب الكل والجواب أن هذا التواهم فيه خلط بين الكلي وأفراده أو فقل فيه خلط بين ذات الحصة من الكلي أي ذات الكل الطبيعي وبين الحصة منه بما لها من الخصوصية والتعين الخاص يعني الكلي بما هو كلي لو الكلي المنتزع من هذا الفرد الخاص نقول لا الكلي بما هو كلي فإن الذي هو معلوم الارتفاع إما وجداناً اللي هو أحمد أو تعبداً اللي هو زيد لأنه الأصل عدمه إنما هو الحصة بما لها من التعين الخاص وهي بالإضافة إلى ذلك غير معلومة الحدوث أيضاً ما عندنا لا حدوث ولا بقاء فلم يتحقق فيها الركنان معاً لأنه كما أن كل فرد من الفردين مشكوك الحدوث في نفسه فإن الحصة الموجودة به بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوكة الحدوث الحصة أيضاً مشكوكة الحدوث ولا موجود ثالث حسب الفرد أنتم فارضين أنه ما عندنا إلا إلا لا فرد الطويل لا فرد القصير وأما ذات الحصة المتعينة واقعاً لا بما لها من التعين الخاص بهذا الفرد أو بذلك الفرد أي القدر المشترك بينهما ففي الوقت الذي هي فيه معلومة الحدوث هي مشكوكة البقاء هاي العبارة اللي هي بيت القصير هاي العبارة أنه إنما نستصحب الكل وليس الأفراد التي ينتزع منها الكل الكل بما هو هذا معلوم الحدوث صادقاً نعم مشكوك البقاء لاحقاً نعم نستصحبه هذا جواب المصنف إذ لا علم بارتفع من قال أنها مرتفعة مشكوكة الارتفع لو كانت الحصة هي أحمد نعم لكانت مرتفعة ولكن يعتبر أن تكون زيد تكون باقية ولا تعبد بارتفاعها لأنه مو الأصل عدمها الشيء المشكوك شكياً بدوياً لأصل عدمها بينما الكلي الكلي العام كان متيقن الحدوث مو الأصل عدمها ولا تعبد بارتفاعها بل لأجل القطع بزوال التعين الخاص لأنه الشيكين من جهة أحمد لعله المنطبق هو أحمد وهو قد زاد بزوال التعين الخاص يشكه في ارتفاعها وبقائها ارتفاعها إذا كان أحمد بقائها إذا كان زيد لاحتمال كون تعينها هو التعين الباقي اللي هو زيد أو هو التعين الزائل اللي هو أحمد ومن هنا تكون مشكوكة وارتفاع الفرد لا يقتضي إلا ارتفاع الحصة المتعينة والحصة المتعينة احنا ما رد نستصحبها احنا ما رد نستصحب الكلي وهي كما قدمنا غير معلومة الحدوث وإنما لأنه الحصة الكلية المنتزعة من زيد معلومة الحدوث الجواب كلا لأنه زيد ما معلومة الحدوث والحصة المنتزعة من أحمد معلومة الحدوث الجواب كلا لأنه أحمد ما معلوم الحدوث الحصة الكلية المنتزعة من الجامع بينهما هذه هي المعلومة وهي كما قدمنا يعني الحصة الخاصة غير معلومة الحدوث وإنما المعلوم ذات الحصة اللي هي القدر المشترك والحاصل إنما هو غير مشكوك البقاء إما وجدانا أو تعبدان لا يقين بحدوثه أصلا وهو الحصة هاي نقول أنه غير مشكوك باعتبار أنه إن كانت زيد فهي باقية وإن كانت أحمد فهي زائلة لكن إحنا لا نعلم بوجود زيد أصلا ولا نعلم بوجود أحمد فما قصدنا من الكل هو تلك الحصة الخاصة المنتزعة من زيد زيد ما معلوم ولا الكل هو تلك الحصة الخاصة المنتزعة من أحمد وإنما هو الكل الجامع بينهما وما هو متيقن الحدوث هو مشكوك البقاء مجدانا وهو ذات الحصة الجامع المنتزع من الفردين بما هما فردان وهو ذات الحصة لا بما لها من التعين الواقع على زيد أو الواقع على أحمد لا بما لها من التعين الخاص وقد أشار الشيخ إلى هذا الجواب قوله إنه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه نشك في أنه باقي أو لا فصار عندنا يقين سابق بوجود الإنسان الإنسان بما هو إنسان وليس الحصة الخاصة من الإنسان المنتزعة من زيد أو المحمولة على زيد وليس تلك الحصة الخاصة التي هي مرتبطة بأحمد وإنما هو الكلي الإنسان الجامع المنتزع من وجود إنسان أعمل كونه زيد أو أحمد هذا الكل معلوم التحقق نعم مشكوك البقاء أيضا نعم لأنه فرد مردد بين القصير والطويل لو كان الطويل لكان باقيا لو كان القصير لكان زائلا وإحتمل أن يكون القصير فصار عندنا شك في البقاء فمعلوم الحدوث مشكوك البقاء معلوم الحدوث في الحالة الأولى في الوقت الأول في الزمن الأول مشكوك البقاء في الزمن الثاني تمت في أركان الاستصحاب فيستصحب بما هو استصحب الإنسان بما هو إنسان وليس الإنسان بما هو زيد أو الإنسان بما هو أحمد كي يرد الإشكال إلى هنا يتم هذا البيان إن شاء الله مع بقاء الأمر والتوفيق يأتي الاعتراض الثاني والجواب على الاعتراض الثاني والحمد لله رب العالمين الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله الله 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 يا الله